اهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بنجوم ننجوم السباحة الطويلة الكابتن او الدكتور عبدالله نبيل عبدالبصير مدرب عام السباحة الطويلة اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك فاندي نورنا و الف منهم مبروك الله يبارك في حضرتك ربنا يخليه من رحب بسبحنا سباح النادي الاهي لمسافات الطويلة محمد عادل مصالح اهلا بيك يا محمد و الف منهم مبروك عن النتاج المبهرة وطبعا انت اول البطولة ده انجاز كبير جدا جدا دكتور اجيلك يمكن اكيد انجاز زي ده صعب بتنفسه خمسة تلاف او خمسة كيلو سباحة وعشرة كيلو كمان موضوع صعب وكان في شرم الشيخ في وقت الموج بيبقى عالي وفي رياح يعني كلمنا عن استعداد البطولة والانجاز ده بشكل عام والله فاندي الموضوع كان صعب جدا وشعب جدا لان كان نتعرف شهر 12 ده المياه ساعة واحنا كنا بنروح نتمرن في اسماعلي صحيح الموضوع ده كان بياخد مننا يعني ما يقرب من الشهرين ونصف كنا بنطلع كل جمعة اللي احنا نتمرن هناك واتمرن على الخمسة كيلو والسبعة كيلو السفر مش كل جمعة؟ لا بنسافر اسماعليا اسماعليا نتمرن هناك اه ساعة كنت الماء بتبقى ساعة جدا الولاد دي عيني بيبقى عبانين بس غزبا عننا انتعرف لازم نطلع الاول النادي الاهلي لا يقبل بحاجة غير كتب فكان الموضوع شق جدا ان احنا لازم نتمرن وتم الاستعادات كمان عملنا معسكر في الغردقة من يوم 31 لغاية يوم 14 كان بقيادة كابتن واي العزة كابتن محمد علام وكان معنا المديري الاداري كابتن احمد اسعد والموضوع كان صعب جدا بس كان لازم نخد التجربة ده ان احنا نعمل معسكر قبل البطولة لان احنا ما بنقبلش غيرنا نحن نكون الاول طب كابتن هي البطولة بتبقى صعبتها بس ان الموج عالي والمية ساعة ولا منافسة كمان لا احنا المنافسة شديدة جدا بنا وبين الزمالك وبين الصيد وبين نادي الشمس البطولة بتبقى حوالي اكتر من 15 نادي دي بطولة كبيرة وفي نفس الوقت فيها الخمسة كيلو والعشرة كيلو العشرة كيلو طبعا دي حاجة شقة جدا طبعا وفيها نظام للتغذية لانه لازم السباح بيتغزة اثناء العوم طبعا طعبوني الاثنين انا مش عايزين ناكله ولا اوة ما بيقول ولا اوة لا بيبقى الموضوع صعب جدا لانه هو بيحدد الوقت اللي هياخد فيه التغذية من العصير بتاعه او المية طبعا بيبقى في الكيلو الثالث في الكيلو الخامس لان العشرة كيلو دي حاجة قوية جدا وكمان يعني مش هقول باد لكي بس كان الرياح وكان الجو انت عارف حاضرات كان صعب جدا الفترة فادي وفي شرم الشيخ دي كان اول مرة كمانت قابل ما كانش فيه وقت غير كده تقريبا يعني ده من الاتحاد مش مننا هم حطوا الموضوع ده خصوان فيه بطولة طويلة كمان في شهر ستة بطولة عالم بس يمكن هم اختاروا التوقيت ده عشان يبقى صعب لما تطلب بطولة العالم يبقى الموضوع اسهل هل ده هدفي يعني مرانك على الصعب عشان السهل تبقى التعلم تبقى فيه بطولة العالم لا لسه المرة جادي لسه متحدث بس كان الموضوع صعب وخصوصا كمان المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا تاني عمومي رجال كان عايزين ناخد اول مرة مفيش انتعاف حدك اللي لا نقبل بغير ذلك فكان الاستعداد لها كان خاص جدا في التدريبات والمعسكر اللي اتعامل في شرم الشيخ في سوريا في الغرداء اه كان اخر اكتوبر او نوفمبر والماء كمان كانت ساعة في شرم الشيخ بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا وكل الجهودنا محمد اجيلك